مساء الخير جديد شاكيرا من ألبومها الأخير إلى أحساسها بالأمومة وأخبار أخرى منتبعها بها التحقيق عن شاكيرا قامت شاكيرا مؤخرا بعدة مقابلات صحفية تحدثت فيها عن ألبومها الجديد وأحساسها بالأمومة وكيفية محافظتها على لياقتها The best part about being a mom is that you learn so much about yourself transcend your own existence and give everything you know and everything you are and share that with this new person in your life One of the mom and son routine that we have is that we dance to Jue Royo We didple Calo's Bibis I used to say to my musicians, My hips don't lie هل يمكنني أن تطلق؟ لا تطلق، لا يمكنني أن تطلق. أغفير عندما يتصلك في عملية اشياء تشعراتي أنا أعطيها تشعراتها أفضل من مفيداته مطلع أصبقا في الجميع في المنزل في المنزل المتابعة في المنزل المتابعة ومع أخرى في الورض محيث في عدد من مختلف أجل تشاهدني إلى مدينة اليوم. فعندما أدخلت أركز فقط لأنه أكثر مفيداً ويقوموا بسيارة مدينة بلعبارة، 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 بلعبارة كل شيء مختلف وهذا حدثت أن تشاهدني في مدينة أحبب المتطلب وأحبب الأمور بلعبارة وأحبب أجل كل شيء في حياتي أحبب مدينة لعبارة موسمة معملاتكم نوعاً سويت موضوع بتشغيل للخريات دائية من قد يأتضيف دفيقيا، أحياناً 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 حياناً ليس طويلًا قامت بعمل مقدمة الأرض لكي تشغيل من المشترك وريد رائع لديا لتع недفعة لدي تغير المشترك للتعبير الإرسيطة بإنسحة لا أرى أنفسي بهذه الطريقة أعلم كثير من الناس بانوراما هوليوودية 100% انتبع سوا خلال تسلمها الدكتوراه الفخرية من جامعة انديانا كشفت الممثلة مارل ستريب عن طريقة تفكيرها في بداية حياتها فقالت اعتقدت أنني كنت بشعة جدا فلا يمكنني أن أكون ممثلة نظراتي لم تكن رائعة وقالت للشابات الصغيرات ألا يقلقنا بشأن أوزانهن فهناك الكثير من الأمور الأفضل من ناحية أخرى حضر الثنائي الشهير مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز حفلة كريم النجمة مارل ستريب في نيويورك بعد أن كرمت بمنحها جائزة مونتي كريستو الفنية من مسرح أوجين أونيل غادرت النجمة العالمية مايلي سايرس المستشفى في مدينة كانساس حيث طلقت العلاج وقضت فترة نقاها بعد معاناتها من حساسية مفرطة نتجت عن أدوية تناولتها سايرس البالغة من العمر 21 سنة توجهت إلى مستشفى أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد قررت النجمة سلينا جوماز أن تعيد حساباتها بشأن الموجودين على صفحتها تويتر وإنستغرام فقد قامت سلينا بأنفولو لصديقتها النجمة تايلر سوفت بالإضافة إلى 14 شخصاً آخرين بينهم كاندل وكايلي جنر وقامت بمسح كل صورهم وسبب قيامها بهذا كان قضاء كايلي وكندل وقتاً مع حبيبها جاستن بيبر هيدا كان كل شيء باي ترجمة نانسي قنقر